سلافة وخرج تستذكر والدها الراحل في عيد الأب وجهت له رسالة مؤثرة وأبكت الآلاف أشتاقك بتعب وجهت الممثلة السورية سلافة وخرج رسالة مؤثرة لولدها الراحل بمناسبة عيد الأب عبرت من خلالها عن شوقها الكبير له وفي التفاصيل نشرت سلافة على حسابها عبر إنستجرام صورة جمعتها بولدها الراحل أرفقتها بالتعليق التالي أنت في قلبي كل الأعياد والأيام واللحظات والوجوه والأسماء والخطوات واللفتات والضحكات والعبرات خاتمة كلامها بالقول أشتاقك أنا بتعب بتعب يا أبي وأنا ما فيني أتصور الحياة من غير مشهدك فيها بس هذا وكانت الممثلة السورية سلافة وخرج تصارد درات حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعية مؤخرا بعد دعمها للإعلامية لبنانية نضال أحمدية في أزمتها الأخيرة بعد هجومها على اللاجئين السوريين وشاركت سلاف نصا مطولا على حسابها عبر فيسبوك بدأت حديثها فيه قائلة السيدة نضال الأحمدية والتي تحولت قضيتها في ليلة وضوحاها إلى قضية رأيا عامة ربما لم يحالفها الحظ وخانها التعبير في حوارها الأخير وربما عاطفتها اتجاه بلدها ووجعها لأجله أخذها إلى منح جارح للأسف من ناحية وأيضا هو لم يفهم بشكل صحيح للأسف من ناحية أخرى وأضافت أعتقد في هذه الحادثة أن الضيفة السورية الموجوع هو البادئ وأن السيدة نضال أحست بإهانة لها في عقر بيتها وبلدها ولم تتمالك ردة فعلها الإعلامية التي كانت تستطيع أن تمسك بزمام التعبير وتجعلها دبلوماسية أكثر وإنسانية أكثر فلا تحمل ذلك الإنسان أكثر مما لا تقاله به إن شاء الله كل حدا بتعدى على لبناني إن شاء الله بتزلزل فيهم الدنيا أما يجي الآخر يحتل أرضك وميتك وكهربتك وشغلك وفرص عملك والطريق والسيارات وختمت وسيدة نضال كانت مدافعة شاريسة عن عائلة سورية فقيرة ومهجرة أصابهم ظلم حقيقي فلم تحتمل وعينت محاميا لهم ولم تبخل بالمال عليهم ولم تتحدث يوما عن الأمر أو حتى ذكرته كدفاع عن نفسها في ظل هذا الهجوم ولم ولن تفعل حتى لو ذلك نجاتها موسيقى موسيقى موسيقى